ثم واقع زي واقعة حارس ناشئ محمد عصام الغندور اللي المانس عادل أشار ليه عشان تشوفوا الأفوار رايحة إزاي ده حارس موديس 97 مش الكابتن طرق سليمان مدرب الحراس هو اللي أخد قرار إعارته والراجل لما تصعد كابتن مصطفى كمال مدرب الحراس السابق وقتها رتب الحراس اللي هيستعين بيهم واللي هيحتاجهم وقال إنه زي ما مشينا عمر ردوان الحارس اللي واعد برضو إعارة بقاله تلت سنين بيلعب دوري ممتاز حاليا مع الجونة يكتسب خبراته وياخد ساعات لعب كتيرة يسكل موهبته ويتشاف بشكل كويس زي ما الأهلي إعار عمر ردوان حبي يعير محمد الغندور تاني سنة بيعار طيب السنة دي في جمهورية شبين في الدور القسم الثاني خلص جمهورية شبين دور الدرجة الثانية المفروض لما بيرجع بيرجع على فرقته في قطاع النشئين محمد جاء على الفريق الأول كابتن طرق سليمان قال له يا محمد أنت بالنسبة لي مش متسجل معنا أنت حتى لو أنا مرنتك دلوقتي أنت ما ينفعش تلعب مش من حقك تلعب لا معايا ولا مع النشئين فأنت الأفضل لأن السنة دي يعارتك وقيدك مع الجمهورية شبين زي كل مجموعة اللعيبة المعارة فأنت لسه قدامك على ما الفريق يخلص في شهر عشرة يبدأ تقييم أو في تسعة يبدأ تقييم حركة الإعراض بالكامل حافظ على نفسك في الجم دلوقتي وتدريبات تجهز نفسك ما تبقاش فراحة سلبية كلام في منتهى الود طيب بس أنا أكبر من مصطفى شبيري اللي موجود قال له ما هو مصطفى بيتمرن مصطفى ممكن يلعب مصطفى مقيد سيبك منه بتمرن مصطفى مقيد وانت مش مقيد دي دي العبرة مقيد في النادي بيتمرن في الدرجة الأولى معرض أنه يلعب أو جهز أنه يلعب الغندور حارس موهوب وهايل بس ليه تتحاول لمشكلة وهي منطقيا رجل مش مقيد في الفرقة مش هيلعب فتطلع المشكلة عشان تضرب مركز حراس المرمى اللي عنده ظروف صعبة في الإصابات يعني بيغيب الشنة وبيغيب شريف الماتش الجان شاء الله على لطفي يثبت أنه حارس كبير بإذن الله لكن انتم متخيلين تطلع الغازمة إلحق ده طارق سليمان مشاه عشان ابنه يتمرن مع الفريق يا عم ابنه مصاب قال له شهر ونص ابن كابتن طارق آه أحمد طارق وبعدين اللي طلعه عرام كان واللي طلعه يعرم كابتن مصطفر كمان مش طارق لكن تلاقوا تجني وظلم وأفلام بهدف هز استقرار الفريق لا ومعنا وعشان دليل دليل إنها يعني مقصودة آه يعني طيب بص تلاقيها ملت لك الدنيا كذا صفحة وكذا ما قول هدف والغرب يعني مش حاجة عابرة يعني يعني مش تعليق عابر كده لأ ده ومتشير ومنقول وحالة من الغضب يا أخوانا يعني إحنا خلاص عندنا من الطرف وسعة الوقت وسعة الظروف إن إحنا نقعد نبص إيه للسلبيات عشان نجمعها بأي طريقة وإحنا يعني على وشك إن إحنا نلعب أهم ما كل ماتشو حيبق أهم مبارزة يعني عشان كده بقول لك لا نملك طرف الخلاف ما ما موسيقى موسيقى